السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب اليوم وبإذن الله سأقدم لكم خلطة أقل ما يقال عنها أنها رائعة لتبيض الوجه وتفتيح لون البشرة بسرعة خصوصا في هذا الفصل من السنة نتعرض جميعنا للإسمرار والبقاء الداكنة بسبب أشعة الشمس الفوق بنفسجية لهذا نرغب جميعا في التخلص من هذا الإسمرار والحصول على بشرة بيضاء وفاتحة كالتلج لهذا نلجأ إلى طرق مختلفة لحل هذا المشكل خصوصا بمنتجة التبييد أو بتحضير خلطات منزلية سهلة واتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعد على الحصول على بشرة بيضاء وصافية فأنا شخصيا أستعمل دائما الوصفات الطبيعية لبشرتي لأنها آمنة وتعطي مفعول بدون آثار جانبية أكثر من المنتجات الصناعية التي لها آثار جانبية على البشرة لذلك اليوم سوف أشارك معكم اليوم خلطتين مجربتين للتخلص من إسمرار الوجه وأيضا لتبييد البشرة بسرعة ولنتعرف الآن على بركة الله على مكونات الخلطة الأولى سنحتاج حبيباتي لدقيق الشفان أو الشفان المطحون المعروف كذلك بالخرطال في بعض الدول العربية تجدونه عند العطارين أو في المحلات التجارية الكبرى فقد أصبح يباع بكثرة لأنه صحي جدا ومفيد سواء للبشرة أو لصحة الإنسان بشكل عام سنستخدمه في هذه الخلطة لأنه يجدد خلايا البشرة من خلال إزالة خلايا الجلد القديمة والميتة وكذلك تحفيز نمو خلايا جديدة فهو يعتبر من المقشرات الفعالة للبشرة ويناسب جميع أنواع البشرة بدون استثناء كما أن الشفان يعالج البشرة التالفة لأنه يحتوي على أحمد أمينيا مهمة لصحة الجلد فهي تعد الأساس لبناء الجسم وتساعد على تجديد أنسجته ويمكننا الاستفادة من هذه الأحمد عبر تطبيق الشفان على الوجه لعلاج البشرة التالفة والمتعبة كما أنه يرتب البشرة ويناعمها ويحميها من التهيجات والحكة كذلك الشفان فهو فعال في علاج مشكلة حب الشباب لأنه يمتاز بقدرته على امتصاص الزيوت المتراكمة على سطح البشرة مما يجعله من المكونات الرئيسية للعديد من الخلطات الخاصة بالتخلص من حب الشباب وتصفية الوجه من الحبوب وسنحتاج كتاني مكون حبيباتي هنا إلى الحليب السائل الكامل الدسم فهذا المكون يحتوي على حمد اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة الجافة مما يجدد خلاياها كما أنه ينظف البشرة من الشوائب والأوسخ وهذا ما ينعكس على نعومتها ونظارتها والحليب أيضا كما نعلم جميعنا يفتح لون البشرة والبقع الداكنة ويوحد لونها بالإضافة إلى أنه يخلصكم من البقع الداكنة والتسبوات أيضا الحليب يقوم بتقليص المسامات الوسعة خصوصا بالبشرة الذهنية زيادة على أنه يعالج التجاعد والخطوط بالوجه سواء أكانت عميقة أو دقيقة وسنحتاج هنا أيضا إلى زيت الورد فهذا الزيت حبيباتي هو من الزيوت المبيضة بفعالية يغذي الوجه يؤخر علامات التقدم بالسن لأنه يرطب الوجه بامتياز ويخلص بشرتكم من التشقق والجفاف الذي يصيبها نتيجة التعرض للهواء والتلوث كما أن زيت الورد يجدد الخلايا ويقشر خلايا الجلد الميتة لتكوين خلايا جديدة كما أنه يساعد في إرجاع اللون الطبيعي للبشرة زيادة على تنعيمها وترطبها إذن حبيباتي هذه هي مكونات الخلطة الأولى وكما ترون فهي سهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ولتحضيرها بإذن الله سنحتاج تقريبا إلى ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مصحوق الشوفان أو مطحون الشوفان أو ما يسمى كذلك بالخطال ثم سنضيف كذلك ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من الحليب السائل الكامل الدسم بعدها سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت الورد بهذه الطريقة ونبدأ في مزج ودمج المكونات جيدا مع بعضها البعض هنا بعدما أصبحت لدينا الخلطة جاهزة للتطبيق نقوم أولا بغسل الوجه بالماء الدافئ جيدا ونقوم بتجفيفه ثم نطبق هذه الخلطة على كامل الوجه والرقبة أيضا نتركها لمدة 30 دقيقة بعد ذلك نقوم بشطف وجهنا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وفي الأخير يستحسن دائما يعني بعد الوصفات أن نقوم بتمرير مكعبات من التلج على البشرة أو نقوم برش ماء الورد يكون بالد على الوشرة وهذا لسد مسامات البشرة وكذلك لإعطاء للبشرة نظرة للوجه أيضا تستخدم هذه الوصفة أربع مرات بالأسبوع لتظهر لكم النتيجة بعد الاستخدام الأول لكن كما أقولها دائما داوموا وواضبوا عليها إلى أن تحصلوا على البيض الذي تريدون وإذا تبقى لكم هنا القليل من هذه الخلطة فيمكن الاحتفاظ بها في علبة زجاجية محكمة الإغلاق بالثلاجة فهي تبقى صالحة لمدة 3 أيام لكن إذا جفت هذه الوصفة تضيفون القليل من الحليب السائل لتصبح الوصفة جاهزة للتطبيق من جديد والآن حبيبتي لنمر لمكونات الخلطة الثانية التي يمكنكم استخدامها في حالة عدم توفركم على مكونات الخلطة الأولى لكن قبل ذلك أود منكم حبيبتي أن تدعموني بالضغط على زر اللايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيعي على نشر المزيد من الخلطات الحصرية والمجربة وأدعوكم كذلك بالاشتراك عبر القناة عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل الخلطات فور نزولها ولكم مني دائما جزيل الشكر والخلطة الثانية حبيبتي فهي سهلة كذلك وسريعة المفعول سنحتاج فيها إلى الأرز المطحون أو تقيق الأرز فهو يقشر خلايا الجلد الميتة يبيض البشرة ويرطبها ويرطبها بامتياز كما أنه يعالج حب الشباب أيضا البثور والجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة المبكرة كالتجاعد والخطوط الدقيقة كما أن الأرز أيضا يقوم بإغلاق المسامات الواسعة أيضا في البشرة سنحتاج كذلك لثاني مكون وهو الزبادي الطبيعي الخالي من السكر وهو يعرف كذلك باللبن أو بالياغورت الطبيعي وهذا المكون له تأثير مبيض يوحد لون البشرة يقلل من ظهور النمش وكذلك الكلف والتصبغات الجلدية بصفة عامة وهذا لأنه يحتوي على حمد الأكتيك هذا الحمد الذي يعمل كمقشر مجدد كذلك لخلايا الجلد يعطي إشراقة وبياد للبشرة كما أن الزبادي أيضا معروف على أنه يعالج التجاهد الخطوط الدقيقة بسبب احتوائه على خصائص فعالة تقلل من تأثير الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة كما أن الزبادي يرطب البشرة بشكل ممتاز ويحارب جفافها ويزيل كذلك الجلد الميت الذي يتراكم ويسبب إسمرار بالبشرة وسنحتاج أيضا لآخر مكون وهو القهوة المطحونة أو البن المطحون فهذا المكون مفيد جدا للبشرة القهوة كما نعلم هي غنية بمضادات الأكتدة التي تحسن من صحة البشرة بالإضافة إلى أنها تعزز الدورة الذموية بها مما ينتج عن ذلك تحسن في لون البشرة ويبيضها كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات فهي تقشر الوجه لإزالة الخلايا المتراكمة التي تسبب الإسمرار إذن حبيباتي على بركة الله لتحضير هذه الوصفة سنضع مقدار ملعقة من الأرز المطحون ثم نضيف مقدار ملعقة صغيرة من القهوة أو مطحون البن وبعدها سوف نضيف الزبادي أي الروب أو ما يسمى بالياكورت الطبيعي نضيف ما يعادل مقدار ملعقة ممتلئة ونبدأ في مزج هذه المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى نتحصل على خلطة على شكل كريمة بعدما قمنا هنا بدمج هذه العناصر كلها مع بعضها البعض نقوم بتطبيق هذه الخلطة أو هذا الماسك على البشرة بحيث البشرة تكون نظيفة نطرقها لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة ثم بعد مرور هذه المدة نقوم بغسل وجهنا جيداً بالماء الدافئ ثم الماء البارد تكرر هذه الخلطة للوجه 3 إلى 4 مرات بالأسبوع إلى أن تظهر لكم النتيجة المرجوة إذن حبيباتي كانت هذه هي خلطاتنا لليوم الرائعة لتبيض الوجه وإزالة الإسمرار بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة التجعيد مهما كانت على البشرة أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها وأتمنى إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تدخلوا علي حبيباتي بالتغط على زر لايك أو إعجاب أيضاً مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة أما إذا كنتم من الزائرات أو الزوار الجدد فأهلاً وسهلاً بكم في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم وذلك عبر التغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أيضاً لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد فور نزول كل الفيديوهات إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة